السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أبنائي وبناتي الطلاب سعدت بلقائكم اليوم سوف أقدم لكم اليوم مادة المهارات الحياتية والأسرية للصف الثالث ابتدائي فصل الدراسية الأول معكم معلمتكم حصرميح نستعرض سويا قوانين التعلم عام بعد أبحث عن مكان هادئ للتعلم أجهز اللابتوب وجهاز الجوال استعدادا للدرس أجلس جلسة صحيحة أتعلم جيدا حتى أتفوق أستمع لكلام معلمتي عندما تتحدث أجلس حتى انتهاء الوقت إلى أولياء الأمور أطلب منكم التواجد أثناء فترة البث للتوجيه والإرشاد وأحضار الأدوات اللازمة ووضوع درسي لهذا اليوم هو آداب استقبال الضيوف الهدف العام آداب استقبال الضيوف الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة من هو الضيف أن يعدد الطالب والطالبة على حق الضيف بشكل صحيح أن يتعرف الطالب والطالبة التصرفات الخاطئة في حق الضيف هنا الأسرة أسرة أبو مازن هنا أسرة أبو مازن زارهم ضيف زارهم الضيف من هم الضيوف هنا؟ هنا أسرة أبو أحمد وأطفالهم الصغار ماذا يجب على أسرة أبو مازن عند استقبال ضيوفهم ماذا يجب عليهم؟ أحسنتم يا طلابي وطالباتي الترحيب بهم عند لقائهم بقول أهلا بكم هنا يسلمون على بعض بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحسنتم أحسنتم يا طلابي وطالباتي يسألونهم عن أحوالهم وماذا يفعلون؟ يقدمون لهم الطعام والشراب أحسنتم ويلعبون الصغار مع بعض أحسنتم بلطف ويحترمون الدور ضيوفهم ويحترمون خصوصية الأسرة أحسنتم يا طلابي وطالباتي هنا احترام الضيف حق الضيف علينا ما هو حق الضيوف الترحيب بهم أحسنتم أرحب بضيوفي وأقدم لهم الطعام والشراب وماذا بعد؟ عدم إيذائهم لا أضرب ضيوفي يا طلابي وطالباتي وإكرام الضيف إكرام الضيف ما هي أداب استقبال الضيوف يا أصدقائي؟ هنا لدينا المنزل هنا لدينا منزل هنا لدينا منزل عائلة أبو أحمد هنا منزلهم أتى لهم ضيوف ما هي أداب الضيوف؟ نعلم أحسنتم هنا نعلمهم ما هو أداب الضيوف ما هي أداب الضيف فكروا يا طلابي وطالباتي عندما يأتون إلى منازلنا الضيوف ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ فكروا يا طلابي وطالباتي هنا أتى لهم الضيف هنا أتى لهم الضيف هنا أتت لهم أتى لهم ضيف ماذا يفعلون بالضيف؟ ماذا يفعلون بالضيف؟ عندما يأتي إلينا ضيف ماذا نفعل به ماذا نفعل ماذا ترون في الصور التالية ماذا ترون في الصور التالية ماذا ترون في الصور التالية عندما يأتي إلينا ضيف ماذا نفعل هنا أحسنتم نرحب الضيوف بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرحب بضيوفنا وماذا نفعل وماذا نفعل أحسنتم هنا الطالبة تستقبل أحسنتم هنا البنت تستقبل الضيفة وترحب بها وتدخلها إلى المنزل وتقدم لهم الطعام والشراب عند تقديم الطعام والشراب ماذا نفعل نتحلى بأداب الطعام والشراب وعندنا ضيوفنا عند الأكل أغلق فهمي أحسنتم يا طلابي وطالباتي وعند اللعب ماذا يجب علينا عندما يأتي لنا ضيوف أحسنتم أحترم ضيوفي وأحترم الدور في اللعب وألعب معهم بهدوء ألعب معهم بهدوء يا طلابي وطالباتي وهنا كذلك عندما يلعبون الأولاد يلعبون بهدوء لماذا؟ لكي لا نؤذي ضيوفنا ونؤذي جيراننا أحسنتم درسنا السابق عندما يأتي لنا ضيوف في المنزل أحسنتم نلعب بهدوء درسنا السابق كان حق الجار وحق الجار علينا عندما يأتينا ضيوف أحسنتم نخفض أصواتنا ونطلب من ضيوفنا أن يخفضوا أصواتهم لأن لدينا جهار قد يكون كبير بالسن وقد يكون أطفال نائمون لابد أن نخفض أصواتنا أثناء اللعب عندما يأتي إلينا ضيوف وعندما تأتي إلينا جدتنا ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ ماذا ترون هنا؟ ماذا نفعل؟ هنا البنت تقبل يد الجد أحسنتم عندما تحضر لنا الجد أقبلها ورحب بها وماذا أفعل لجدتي؟ أحسنتم أستمع تعليماتها وأنفذها وأحضر لها الطعام والشراب أحسنتم عندما تحضر لنا جدتي ماذا أفعل؟ أحسنتم أرحب بجدتي وأستمع لتعليمات جدتي وأنفذ أوامرها وعندما تكون جدتي هنا لدينا ألعب أحسنتم أخفض صوتي عند اللعب أحسنتم هذه بعض من آداب اللعب داخل بيوتنا واستقبال الضيوف أحسنتم هذه بعض من آداب استقبال الضيوف أحسنتم يا طلابي وطالباتي المعاملة الصحيحة للضيف ألقي التحية على ضيفي ألقي التحية على ضيفي هنا أبو أحمد يسلم على أبو مازن هنا عندما يأتي له يلقي التحية له ويدخله إلى المنزل وماذا أفعل لضيفي؟ عدم إيذاء الضيف عدم إيذاء الضيف وألعب معه بهدوء عدم إيذاء الضيف وألعب معه بهدوء وإكرام الضيف أحسنتم هنا أكرم ضيفي بالطعام والشراب أحسنتم وأساعد أمي في إعداد الطاولة أحسنتم هذا من بعض حق ضيفي علي ما حق ضيفي فكروا طلابي وطالباتي عندما يأتي لنا ضيف أحسنتم نرحب به ونقول له أهلا بك في بيتنا ونسأله عن حاله ونقدم له الطعام والشراب ونعامله بلطف وعندما نلعب مع ريوفنا نلعب أحسنتم نلعب بهدوء ونصدر أصواته ونحترم ضيوفنا في اللعب أحسنتم يا طلابي وطالباتي ضع صح أسفل السلوك الصحيح عند استقبال الضيوف واحد أرحب بهم اثنان عدم استقبالهم ماذا أختار؟ هل أرحب بضيفي أم عدم استقبالهم أحسنتم يا طلابي وطالباتي أرحب بهم أرحب بضيوفي أرحب بضيوفي أحسنتم يا طلابي وطالباتي لابد أن أرحب بضيوفي نشاط رقم واحد أرسم دائرة حول الصورة التي تدل على مفهوم الضيف رقم واحد هنا ضيف فواز أحمد ورقم اثنين الأسرة في الحديقة في نزهة أين الضيف؟ أحسنتم رقم واحد هنا الضيف ضيف فواز ورقم واحد أحسنتم ضيف فواز ورقم واحد هذا هو مفهوم الضيف أضع عليه دائرة أضع عليه دائرة ورقم اثنان صل بين علامة الصح والصورة التي تدل على مفهوم الضيف أين الضيف؟ رقم واحد هناك ضيوف في منزلنا ورقم اثنان هو مهندس البناء أحسنتم رقم واحد وضيوف أحسنتم رقم واحد هي صورة تدل على الضيف هو الضيف الذي يأتي إلى منزلنا الضيف هو الذي يأتي إلى منزلنا اختر السلوك المناسب عند استقمال الضيوف هنا وجه غاضب هل هو وجه والوجه الأصفر هنا مندهش والفصل هو الفصل ورقم ثلاثة هنا وجه باسم عند السلوك عندما استقبل ضيوفي هل عدم أرحم بهم يكون وجه غاضب أو أو ماذا ماذا أوذي ضيوفي لا بد علي أن أستخدم السلوك الوجه الباسم أرحب بضيوفي أختار رقم ثلاثة أرحب بضيوفي وأضع علامة صح على الصورة الخضراء الباسمة ونشاط رقم خمسة من حسن الخلق إكرام الضيوف بتقديم الطعام والشراب إلى ماذا ترون في الصورة هنا هنا تقديم الطعام والشراب لا أحسنتم هنا تقديم الطعام والشراب لا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة هنا دليل على أن إكرام الضيف واجب علينا أن نكرم ضيوفنا ونقدم لهم الطعام والشراب ونرحب بهم وعدم إذائهم وهنا الصورة ماذا تدل على إكرام الضيف الحسن الخلق وإكرام الضيف هنا ماذا ترون هنا هنا لدينا الطعام والشراب لا بد أن نكرم الضيف عندما يأتي إلينا ونقدم له الطعام والشراب مثل الصورة يا طلابي وطالباتي وما حق ضيفنا علينا أحسنتم يا طلابي وطالباتي نكرمه وعند الأكل والشرب نتحلى بآداب الأكل والشرب أحسنتم يا طلابي وطالباتي هذا من حسن خلقنا وأكرام ضيوفنا وعدم إذائهم يا طلابي وطالباتي أحسنتم قد وصلنا إلى نهاية درسنا يجب مراعاة التالي عند اكتساب هذه المهارة أن يشترك كل من الأسرة والأخصائي في التدريب على هذه المهارة بطرق يتم الاتفاق عليها معا أن تجزأ هذه المهارة المراد اكتسابها إلى مهام صغيرة حتى يسهل اكتسابها مراعاة قدرات وإمكانيات الطالب والطالبة عند التدريب تعميم هذه المهارة على أولياء الأمور تعميم هذه المهارة من خلال تدريب الطالب والطالبة على معرفة حق الضيف وتوجيههم عندما يخطؤون في حق ضيوفنا بالتصرفات السليمة للضيف وإكرامه وعند اللعب احترام دور ضيوفنا وأحسنتم إخفاض صوتهم عندما يحضر إلينا ضيف أحسنتم يا طلابي وطالباتي التوصيات الحرص على المراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية حل الواجبات المدرسية بعد الانتهاء من الدرس علينا مراعاة الفروق الفردية بين طلابنا وطالباتنا وتبسيط الأهداف لهم إذا احتاج الأمر التركيز على رفع مستوى الدافعية وخلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء البيئة إلى من حولنا أحسنتم يا طلابي وطالباتي قد وصلت إلى نهاية درسنا لهذا اليوم كانت معكم معلمتكم حصر ميح إلى اللقاء